رفضاً لسياسة الإبادة الجماعية واستمرار عدوان الاحتلال بحق شعبنا ودعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال اعتصم ذو الأسرى وممثلوا فعاليات وفصائل محافظة طول كرم على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة في إطار وقفة وطنية للمطالبة بوقف عدوان إسرائيل وجرائمها وممارساتها التعسفية بحق الأسرى جئنا نتضامن مع أبناناً الأسرى خاصة في ظل الظروف الصعبة والجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبناناً الأسرى سجن مجدو، محتقل عطسيون، عوفر، النقب الاحتداءات اليومية المتكررة النقص الشديد في كل احتياجاتي اليومية من أغطية وملابس وماء وكهرباء ووسائل التدفية، عدم الخروج للفورة، عدم توفر كنتينا اتشح الطعام الشحيح القليل حيث أن أكثر من ثلثي الأسرى نقصت أوزانهم أكثر من أربعين كيلو المعتصمون على ميدان جمال عبد الناصر رفعوا صوراً للأسرى وهتفوا لإنهاء الإبادة الجماعية الممارسة بحق شعبنا تحديداً في المحافظات الجنوبية وسط مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى خاصة في ظل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل نحمل الاحتلال الأسرى الأول حيات أسرانا لما يتعرض له من ممارسات لاإنسانية في دخل سوى الاحتلال ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حيات أسرانا وأسيراتنا والمرضى والإهمال الطبي هذه السلوكيات التي يفرضها الاحتلال والحرب المسعورة والعدوان على غزة والضفة هذه كلها سلوكيات احتلالية تمارس بحق أسرانا وشعبنا الفلسطيني ولكن سيبقى شعبنا الفلسطيني صامد حتى زوال الاحتلال ودحر المستوطين ويقام الدولة الفلسطينية مستكلة وعاصمتها الكتش الشريف بإذن الله تعالى الوقفة الداعمة للأسرى تأتي في وقت يعاني فيه آلاف الأسرى ظروفاً اعتقالية صعبة للغاية تتنافى مع كافة المواثيق الدولية وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً وحقوقياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم تعلوا أصواتهم هنا مطالبين بنيل أبنائهم الحرية رافضين كافة أشكال القمع بحقهم من دوار جمال عبد الناصر في طول كرم بياني ذياب تلفزيون فلسطين